أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوان انطلاق دور سمو لذوي الإعاقة في نسخته الأولى من ضمن دور سمو للمراكز الشبابية يعد نقلة نوعية في مسيرة رياضة دوي الإعاقة تحت شعار ملتقى الأجهال وقال سموهن توجيهات بإقامة دور لذوي الإعاقة جاءت حرصا على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والتي لطالما كانت داعمة وحريصة على رعاية فئة ذوي الإعاقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني معربا سموه عن ارتياحه الكبير لسير منافسات دور ذوي الإعاقة في نسخته الأولى وقال سمو الشيخ خالد إن ما شهده الدوري التمهدي من دور ذوي الإعاقة يعطي مؤشرا على النجاح الكبير الذي حققته اللجنة المنظمة في استقطاب فرق ذوي الإعاقة بما يشكل تجمعا خاصا لهذه الفئة ووسط تنافس شريف وحماس كبير وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشكل خاص على الجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر مؤكدا أن جهود الوزارة واضحة لإنجاح الدوري وأكد سموه أن التزام الفرق بتوجيهات القائمين على الدوري يعطي انطباعا بالمسؤولية الكبيرة التي يشعر بها فئة ذوي الإعاقة مشيرا سموه إلى أن المشاركة في النسخة الأولى من دوري ذوي الإعاقة تبعث على الفخر والاعتزاز كون رياضي ذوي الإعاقة جزء من القطاع الشبابي الرياضي في مملكة البحرين وأن مشاركتهم في المنافسات تعتبر فرصة مثالية لاكتشاف مزيد من المواهب وضمهم للأندية والمنتخبات الوطنية لرياضة ذوي الإعاقة مؤكدا سموه فخره الكبير بمشاركة فئة ذوي الإعاقة لافتا سموه إلى أعجابه الكبير بالمستويات التي قدمت في الدور التمهيدي لدور فئة ذوي الإعاقة وأثناء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الدور الكبير والبارز للرعاء على ما قدموه للدوري وأيضا الدور الذي يقوم به الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة في احتضان هذه الفئة عبر البرامج المتنوعة التي ينظمها الاتحاد مؤكدا سموه أن إقامة دور سموه لفئة ذوي الإعاقة يعد ضمن حزمة من الأنشطة التي تحرص القيادات الرياضية على تنظيمها لهذه الفئة بما يعود عليها بالنفع العام وأن مشاركتهم في دور سموه للمراكز الشبابية يأتي في خطوة إنسانية نبيلة لربط الرياضة بالأعمال الإنسانية وبيّن سموه أنه يعتز كثيرا بالمشاركة الفاعلة من قبل شباب قرى ومدن مملكة البحرين إذ وصل عدد الفرق إلى 32 مركزا شبابيا مؤكدا سموه أن المنافسات في الدور التمهيدي خصوصا مع الروح الرياضية العالية التي أظهرها لعبو الفرق مقدما سموه تبريكاته للفرق التي تأهلت إلى الدور الثاني ومؤكدا سموه أن الفرق التي لم يحالفها الحظ للتأهل فإن مشاركتها أكبر نجاح وليس هناك خاسر في هذا الدوري بل الجميع فائز بهذا التجمع الشبابي الرياضي وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن وسائل الإعلام المحلية المختلفة تلعب دورا بارزا في إثراء العمل الإعلامي لدور سموه الرابع للمراكز الشبابية والأول لدوي الإعاقة وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتعاون الكبير الذي تمليه الوسائل الإعلامية من خلال التغطية الموسعة للحدث الشبابي الكبير ومقدرا سموه دور الإعلام في إبراز الدوري بالصورة المثالية التي تعكس مدى حجم المشاركة الناجحة والفعالة من قبل جميع المراكز الشبابية علاوة على الخطوة النوعية التي أضيفت لنسخة هذا العام بدمج فئة ذوي الإعاقة وجدد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في ختام حديثه التأكيد على أهمية مواصلة الجهود وتكثيفها من قبل القائمين على الدوري مؤكدا الدور البارز للرعاة واللجان المختلفة في نجاح العملية التنظيمية بما يعكس التطور الملحوظ للدوري نسخة بعد نسخة هذا هو دور الرياضة في دمج ذوي الإعاقة وتقوية العلاقة بينهم وبين المجتمع وهذا الأمر تجسد بدوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصلاة الأول لذوي الإعاقة والذي يقام ضمن فعاليات دوري سموه الرابع للمراكز الشبابية والتي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة حقيقة يجب أن نقف وقفة شكر وتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلسة على الشباب والرياضة الرئيس الاتحاد البحرين العب القوة على حرصة ومبادرتها وهي ليست الأولى لهذه الفئة المهمة المكملة لنا في المجتمع البحريني يمكن سبق هناك العديد من المبادرات هذه مبادرة في كرة القدم إنهم يكون لهم مشاركة وأنا أعتقد أنها لقت صداحة وأنا أعتقد أنها مساحة كبيرة أتيحت لهم من خلال هذه البطولة وتنافس كبير بيكون بينهم إقامة دوري خاص لذوي العاقة يعكس مدى حرص واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعم القطاعين الشبابي والرياضي لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم والسعي للاستفادة من الطاقات الشبابية وبلورتها لخدمة المجتمع البحريني في مختلف المجالات لا سيما الرياضي وذلك توافقا مع توجيهات القيادة الرشيدة نحن نتكلم اليوم عن النسخة الرابعة فهذه أول رقم نقوله نحن الآن أربع نسخ من هذه البطولة الرقم آخر لما نتكلم عن النسخة الأولى نتكلم عن 16 مركز شبابي كانوا مشاركين اليوم نتكلم عن 32 مركز شبابي أيضا بلغة الأرقام كنا نتكلم في النسخة الأولى عن 320 رياضي وشاب ولاعب مشارك اليوم نتكلم عن ضعف هذا العدد 640 شاب ورياضي مشارك في هذه البطولة كلها أرقام بتبقى راسخة في الذهن وهي اللي توصلنا إلى الهدف الرئيسي نحن نستقطب أكبر عدد من الشباب اللي يرغب ويهوى مثل هذه الرياضة اللي هي رياضة كرة القدم ويتاحة الفرصة لأنه يمارسه في جو من التنافس وجو أخوي حقيقة يجمع بين مختلف الشباب تحقيق المشاركة والاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي العاقة يأتي من خلال برامج متكاملة يتم من خلالها توعية أفراد المجتمع للتعامل والاهتمام بالاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة من خلال إشراكها وإمدادها بالتأهيل المرتكز على المجتمع لضمان حياة أفضل لهم اليوم الشباب البحريني يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة من قبل الحكومة الموقرة وأيضا من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد خليفة رئيس المجلسة على الشباب والرياضة مثل جلات الملك الأعمال الخيري وشؤون الشباب رئيس الجنوب البحريني وأيضا من سمو الشيخ خالد بن حمد نابل أول لرئيس المجلسة على الشباب والرياضة هذا الاهتمام أنا أعتقد أن اليوم الشاب يجب أن يقطف ثماره هناك فرص كثيرة للشباب في العديد من المجالات من جهتنا كل ما كان هناك نجاح نطمح أن يكون هناك نجاح أكبر منه مستمرين في عجلة التحدي لا نقف عند مستومعيا ولا نرضى بمستومعيا يعني طموحنا بلا حدود يمكن هذه الشعارات التي نطلقها ونتعايش معها لأننا دائما نحاول نقدم الأفضل لمملكتنا، لقيادتنا ولشباب تجمع شبابي عائلي بنكهة رياضية والأجمل من ذلك هي تلك المشاهد الإنسانية التي رسمت الابتسامة على وجوه الجميع مشرارات الكنتروني تلك المنطقة مشكلة ونجاح تلايزيز wonders النليس عهضة